بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند بالتأكيد التوقيت اللي طالعين فيه كنا نتمنى أن يكون معنا كأس البطولة كأس دور أبطال إفريقيا وبنحتفل بعد مباراة الأمس لكن هي الكورة دايما فيها مكسب وخسارة وقبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة وحلقة التريند النهاردة بالتأكيد هتلقى الدوع على تفاصيل مهمة جدا لازم أوجه رسالة في المقام الأول لجمهور النادي الأهلي ارفع راسك فوق ارفع راسك فوق دايما الأهلي هو رقم واحد دايما الأهلي هو بطل إفريقيا دايما الأهلي هو صاحب الرصيد الأعلى والأكبر من البطولات الإفريقية دايما الأهلي هو صاحب التاريخ الأفضل للكرة الإفريقية في البطولات الدولية الأهلي دائما وأبدا بيشرف الكرة الإفريقية في المحافل الدولية والقرية النادي الاهلي بينافس ريال مدريد على الأكثر تتويجة من الألقاب القرية البعض ممكن بيحتفل ببطولة باثنين بثلاثة بس انت زعلان عشان ما وصلتش لرقم 11 من دورة أبطال إفريقيا الاهلي دايما معود جمهوره إنه هو رقم واحد والاهلي دايما معود جمهوره إنه إحنا بنفرح وبنسعد دايما بأي انتصار لكن وإنت ماشي في طريقك أكيد هتتعرض لمطبات المطبات اللي بتتعرض لها لازم تحسبها كويس لما بتتعرض لأي مطب إزاي تفكر إنك تقوم منه بسرعة لإنه حصلت بعض المطبات في مشوارك الإفريقي في سنوات سابقة قمت منها بسرعة عشان تفرح جمهورك وتسعد جمهورك من تاني مش هتكلم عن التاريخ بس الناس حافظة التاريخ بشكل كبير جدا مش هتكلم على 2005 و2006 واللي حصل في 7 مش هتكلم على 2018 مش هتكلم على كل ده الناس عارفة كل التاريخ وإيه اللي حصل في البطلات الإفريقية وحتى لما كنت بتخسر برة في سنوات سابقة في عهد الفترة التامينات أو التسعنات الناس بتبع عارفة التاريخ وعارفة إيه اللي بيحصل لكن مهم جدا إحنا ندرس ونشوف المواقف اللي بنتعرض لها وإزاي نقوم بسرعة وعشان الأهل دايما وده حتى أغاني الأهل وأغاني جمهور الأهل الأهل لو وقع ليه ألف قومة لأن الأهل دايما معود جمهوره أنه ما بيقعش والأهل دايما موجود في المركز الأول فيه ناس ممكن تحتفل بالميدالية الفضية وبالمركز التاني لكن أبدا الأهل دايما معود لعبته وأجهزته الفنية وجماهيره على المركز الأول لو خسرنا لقب بس خسرنا لقب بشرف لأن إحنا ما كناش بنلعب خارج الملعب إحنا كان كل تركزنا على الملعب لكن للأسف البعض بيحاول دايما يهدك خارج الملعب عشان مش هيقدر يخسرك بطولة ولا مطش داخل الملعب لازم الناس تبقى عرفة ده وعشان الناس تبقى عرفة ده لازم تركز في اللي جاي وعشان تركز في اللي جاي لازم ترفع راسك فوق والرياضة مكسب وخسارة لكن لما تخسر إزاي بسرعة تفوق وتبدأ تجاهز للمرحلة اللي جاية ومش توقيت خالص أي حد يلقي اللوم على حد لأن الموضوع وأعتقد يعني إحنا هنا في قناة الأهلي شرحنا من بدري مش هقول في أماكن تانية أو الإعلام الرياضي بشكل عام لا الحمد لله هنا قمنا بواجبنا من بدري وقمنا بكل تفاصيل هذه القضية من بدايتها فالناس عارفة القضية من أولها لآخرها إيه اللي حصل فيها فمش هدخل في تفاصيلها لأن الناس كلها عارفة اللي حصل لكن مهم جدا يا جماعة ترفع راسك فوق وما تتهزش أبدا ولا تحس اللي انت انقصرت لأن انت بطل إفريقيا انت صاحب الرصيد الأعلى من البطولات الإفريقية انت الناس كلها بتبصلك نظرة شموخ واعتزاز وقيمة ومكانة عشان كده البعض اللي بيفشل في الفوز بأي بطولة دايما بياخدك في سكة تانية برا الملعب لكن لا يقدر حد جوه الملعب ينتصر على الأهلي بمبدأ الفير بليه لو الفير بليه تطبق صعب جدا تخسر كورة إلا لو انت على المستوى الفني فعلا لا تستحق وحتى لو انت على المستوى الفني مبارح فعلا ما كنتش لا تستحق بس ده شق ما يجيش واحد على الألف من القضية برمتها لأن دايما الكورة مش ملعب وتسعين ديئة بس الكورة فيها تفاصيل كتير النهاردة بالتأكيد في التريند هنستعرض برضو جزء من هذه التفاصيل وهنأكد على بعض التفاصيل اللي هناها في الحلقات السابقة وعلى مدار أكتر من سنة واثنين والله بنتكلم في الملف الإفريقي بس لما الأمر تعرض للمنتخب المصري في السنغال ولما تعرض للأهلي في نهاية دورة أبطال إفريقيا الكل حس أن فيه أزمة وفيه مشكلة كبيرة وصدقوني الكلام ده مش آخر مرة لا ده لسه ده مسلسل هيحصل في السنوات اللي جاية لو الناس ما خدتش بالها ومركزتش في الملف ده كويس جدا لصالح الرياضة المصرية في المقام الأول ولصالح الكورة المصرية في المقام التاني